السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أحباب المستوى الثاني رياض الأطفال نافذة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول تعال بينا ندخل السرك الجميل ده إيه رأيك ندخل السركة علشان نشوفوا المهرج وإه ده؟ يلا بينا بصي من وقف على الباب الفيل الجميل والمهرج وقالي النهاردة هتدخلي تتفرجي على حروف المد هنتفرج النهاردة على إيه؟ على حروف المد حروف المد طبعا أنت تستيرك الجميل اللي قدامك ده شايفه فيه إيه؟ المد بالألف والمد بالواو والمد بالياه آه يعني المهرج الجبيل ده قال لنا أنت عندك ثلاث مدود بس مدى ألف مد واو مد ياه فيه حاجة تانية شايفها قدامك؟ لا يا ميه ثم ثلاثة بس مادة ألف مادة واو مادة ياء طيب احنا النهاردة ماعدنا مع ايه بقى مادة بالياء معادنا مع المادة بالايه مع المادة بالياء بسي بقى لما رحت تفرقت هناك في السيرك على مادة بالياء لقيتوا بيقولي ان المدة بالياء يجي وسط الكلمة او آخرها مادة بالياء ولا عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون ولا هامزة والحرف اللي قابله اسمه المامدود اسمه الايه الاسمه الممدود والحرف الممدود لمادة الياء يجب أن تشيفظه أحتيه كصر لازم لأي تحته كصر برافو عليكم تعالي توظر الأمثلة اللى عندي يالل بنا نرى كلمات فيها مدّ ياء أول صورة عندي واحدة صورة تين كلمة الرحουμε تين أرى فتسمة بديها مادة بالإياSS مادة بالياء يا يمين الله عليك لاحظة ولا فتحة ولا كصر أولي تين أو قبل الياء اللى هو الممدود هو حرف تا querer أ Melissa برافو عليك صورة عندي هي صورة ماد مou jul الماضي حرف القابل المده هو مال راو القفر المليور بيحب القصر قل اخر مثال عندي هي كلمة كبير يلا بينا السؤال يأخبر ان اضع علامة صحة تحت الكلمات التي بها ماد ماثي payn izseli ان اول كلمة عندي هي كلمة ماد اد ياد دي مد لأ اميس عشانша قلت اللي wysgres يجي في اول الكلمة بربو عليك المد يجي وسط الكلمة او اخرها فاليه جاي اول الكلمة طيب تاني كلمة عندي هي كلمة ايه فيلم فيها مد ايه ايوه يمين بربو عليك harbor عليها علامة صح طب الكلمة اللي بعد كده هي كلمة ايه زيت زيت فيها مد لا عشان فقونا سكوة ابو عليكم لان احنا قولنا المد معلوش اي حركة طب زير فيها مد ايه 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 بربو عليك شطورة احسنتي. يلا بينا والسؤال اللي بعده بيقول. حدد حرف المد والممدود. الممدود بيجي قبل المد على طول. طيب يلا بينا. انا دلوقتي عندي كلمة عصفور. عصفور دي. يا طرى فيها مد ايه? مد بالواو. والحرف الممدود اللي قبل الواو اللي هو الحرف الايه? الفين. برافو عليكي شطورة. انا عندي مده الف مد واو مدية. تاني كلمة عندي هي كلمة ايه? صعبان. صعبان. فيها مد ايه? مد بالالف. وبين الحرف اللي قبل الالف اسمه الحرف الايه? الباق. اللي هو الحرف الممدود صعبان. فيها مد الف والحرف الممدود هو حرف الباق. طيب اخر كلمة عندي هي كلمة ايه? بالتيف. بالتيف دي فيها مد ايه? مد بالياق. والحرف اللي قبل الياق هو ايه? حرف ايه? حرف الممدود وهو حرف الطاق. برافو عليكم يبقى احنا كده راجعنا على مد الف وماد واو مد يا فهمت معنا النهاردة? ايو يا ميس. يلا باي. شطورة برافو عليكم باي باي. مع السلامة.